عندما نقول جدل بيزنطي يقول أهل العلم أن أصل هذه أن البيزنطيين كانوا محاصرين والعدوية كانوا يدخلوا إلى بلدهم والآن يجب التهيئ لرد هذا العدو وهم في هذا الوقت كانوا يتناقشون هل الملائكة من جنس البشر أو من جنس الجن ويتناقشون فيه وليس وقته وذلك يسمون جدل بيزنطي يعني لا فائدة منه لا فائدة منه ولا ثمرة فيه فإذا سمي من ذلك الوقت إلى اليوم جدل بيزنطي يعني مضيعة وقت وتضييع لما هو أوجب في هذا الوقت فالقصد أن الجدال والمماراة وغير ذلك كل هذا الأشياء منهي عنها وبعض الناس ما عنده موضوع إلا الجدل والمراء وفلان قال وفلان رد عليه حتى يشغل نفسه عن طلب العلم بهذه الترهات التي تضيع عليه وقته تضيع على المستمعين له كذلك أوقاتهم نعم نعم